اشتركوا في القناة 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 أكل على الصفرة المهم جيت حاجة عد لجيت الأثر اللي أنا تتبته على السلم جاعت جدامي على الصفرة يعني أنت شايفة الأثر على السلم ولا على الصفرة الأثر اللي كنت سايبها على الصفرة على السلم لجيته جدامي على الصفرة أيها أيها ميكي ماشي بعدين قلت للناس اللي جاعدة حد يجي 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 مكاني لأ مش سامعة معلش قولي الحتة دي ثانية قلت للناس اللي هي جاعدة على الصفرة معايا وقلت له لحد يجي يقعد مكاني في المكان ده يعني خلاص تمام وبعدين بس كده طب تمام هسألك سؤال هوا انت عندك مشاكل ما حد من قريبك وغالبا هيبقى قارب زوجك يعني تمام بما ان زوجك ظهر وفي واحدة خلصت من ازاهة الحمد لله يعني هي بادت عنك يا ميتت مين فيها ماتت يلا الحمد لله ربنا رايحك من ازاهة الحمد لله طب تمام هجاوبك على طول حاضر تمام اولا العقربتين السود اللي هي شفيتهم مع السلم واضح ان هي عندها اتنين اعداء وغالبا من اهل الزوج طبعا ده نسبة للمسأل الشهير العقارب عقارب فده معناه بالفعل ان هو فيه اتنين بس اعوذوا بالله يعني اتنين ستات حقزين وحسدين وماشاء الله هم بيجهروا بالعداوة بتاعتهم يعني بس ان هم احنا اعداء وسكسين لا احنا كمان هنجهر بالعداوة بتاعتنا بما ان فيه واحدة ضربت دي بتقول ضربتها او حد ضربتها فده معناها ان ربنا سبحانه وتعالى عافعنا من ازاهة فالستي دي اما مادت اما مثلا سفرت المهم ازاهة اختفى لكن التانية بما ان ان هي طارد فمعنى كده ان هي برضو تخلي بالها لان للأسف ممكن يعني التخلي بالها من اللي هي العقربة الطارد دي معنا كده ان ازاهة بيروح وبيرجع مثلا ممكن تكون بعيدة عنها ممكن تكون ما بتشوفهاش كتير لكن ما شاء الله يا ازاهة مستمر اما الست اللي توفت دي يعني ربنا يرحمها ويغفر لها فهي واضح ان هما حد من اقاربها يبدأدم اقارب زوجها يعني واضح ان هما يعني ممكن تكون حاماتها مثلا لو عندها لو عندها بنت كمان فللأسف بنتها كمان اتطبع بطبع والدتها ليه دايما بنقول ان الانسان لازم يحسن علاقته بالله سبحانه وتعالى لان للأسف حتى لما بيتوفى ممكن الزن بيفضل مستمر معاه زي ما الخير اللي بيعمله بيستمر معاه دلوقتي كمان الزن بيستمر معاه تمام فهي توفت وللأسف اعمالها لسه بقية هي بتقول انا القصر بتاعها انا قاعدة عالصفرة وقلقني معنا كده ان هي سببت لها متاعب نفسية جدا يعني حتى بعد وفاتها مازالت القصر بتاع المشاكل ده لسه هي خايفة منها يعني عملالها عقدة عمت لها عقدة بالذات في علاقتها الزوجية وبما ان ان زوجها قاعد فهو ما كانش يعني عارف يصد التعب ده وكان تعيبها او هو خلاص ما بقاش يصد عنها ميسيو معنا مدخلة اهتفاية تانية مالو ايوه السلام عليكم ازيك يا زيزي عامل ايه الحمدالله افتزايك عامل ايه معبروك البرنامج ومن نجاح لي نجاح ان شاء الله الله يبارك فيك يا حبتي من وراء السياسة كلها الله يخليك يا رب اقولك على حلم انا عمني حلمية اول حلم ليا ثلاث بنات اولاد اختي تمام التلاتة كانوا رجبين عربية مقربات او اللي هي الاغرة الكبيرة تمام واحدة سيئة الكبيرة سيئة بالتزان كده تمام والتانية سيئة متوسط يعني مرة تبقى مش متزنة ومرة سريعة او والتالتة هي حامل وسائد بسرعة جديدة تمام ماشي هاج اي استشتر تاني ده اول حلم طب 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 هجواب لك حلم حلم بس اخليك معي تمام تمام انتي كنتي الاول رجبة معهم في العربية لا انا شفتهم انتي كأنك قاعدة متفرجة بس اه تمام هي واضح ان اللي هي البنت الكبيرة زيب بتضغطو خطواتها في الحياة يعني بحذر زي ما بيقولك في التأني السلامة اما بالنسبة اما بالنسبة للبنت التانية ان هي شوية يعني ماشيها متوسطة لحد دماء تمام شوية كده وشوية كده اما الاخيرة بما انه هي حامل فعالية ان هي تاخد حذرها وتحاول على قد ما تقدر ان هي يعني تخلي بالها من نفسها لان كده في خطر عليها لان حتى بيقولك في العجلة ان دامة فده يعني بالعقل كده لو هي مثلا مشي بسرعة فتؤدي لهلك حياتها فمعنى كده ان هي بتاخد قرارات متسرعة ومتهورة القرارات دي ممكن تدمر الدنيا بالرغم من ان انت في امان يعني طب خلاص بقى احنا كده لازم ان احنا نمشي واحدة واحدة فحياتنا ما نستعجلش نستخير مثلا قبل ما ناخد اي قرار وكمان تخلي بالها من صحتها لان وضح ان هي كده بعد الشر ممكن تتعف الحاملة او حاجة فده مش مستحب بس كده الله تعالى اعلى اعلم والمقال ما تقطعت تمام حاولي ترجع لنا تاني لو عندك استفسار تاني بس كده وكنت دي الرؤية اللي هي بتاعت ام يوسف الاولانية تمام كده خلاص تمام طبعا الله تعالى اعلم اولا واخيرا هنرجع تاني نتكلم عن رموز اللي بتدل على الزواج في المنام مثلا لو احنا مثلا الماء في الرؤية مثلا حد اعطى لحد مثلا زجاجة فيها مية وغالبا ما بيشوف الرؤية دي ممكن راجل او حتى في كلتا الحالات ممكن تيمشي راجل مثلا اوسط طبعا ده نسبة للقال الكريمة وتعالنا من الماء كل شيء انحاي فطبعا هنا هو ده كان من الرموز اللي بتدل على الزواج طبعا بقى فيه سؤال بيتسئل كتير جدا فيه ستت عندها عقدة مثلا انتها تقول انا بحلم نجوزي بيتجاوز علي تمام وتقوم من النوم ممكن تروح تبهدل الدنيا معي وتقلب الدنيا على دماغه ومعنى اصلا هو مفيش في نيته اي حاجة من حاجات دي فده معنى ايه؟ بلعكت ده الرؤية دي تفرحها جدا ما تخوفيش ده دي اضافة دنيا ليه يعني يعني مثلا اما ربنا هيكرمه بشغل تاني فهتكون فيه وظيفة اضافية بس هتشاركها فيه يعني مثلا هتشغله عنها بعض الوقت فهي عشان كده بتظهر بتحل محل نفس فكرة الزوجة التانية يعني حتى فيه ناس تقولك ده متجوز مثلا ان الشغل علي او حاجة فهي بتخاف دايما من الرمز ده برضو فيه ناس اما بقى بالفعل فيه رموز بتدل على ان الرجل متزوج بالفعل من واحدة تانية او ناوي على حاجة زي كده دي فعلا اللي يتخاف منها زي ايه؟ مثلا في البيت تشوف في قطين هي مثلا عارفة شاقتها خلاص شوف في قوضة نوم جديدة تمام؟ فدي معناها اي حقف دي زوجها جديدة معنا كده بالفعل ان هو بيفكر يعزم على الزواج من امرأة اخرى مثلا يجي وشه ميل نص ميل او يجي بيعرج في الرؤية تشوف زوجها بالحال ده فتستغرب ده ايه ده؟ لا ليه بقى طبعا زوج من امرأة اخرى طبعا ده نسبة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من تزوج اثنين ومالة لإحداهما عن الاخرى قتى يوم القيامة يا شقا ومائل برضو فيه رموس كتير بتدل على الزواج من امرأة اخرى مثلا تشوف شقة جوة شقة او بيت على بيت يعني مثلا دور تاني طبعا على حسب برضو الادوار على حسب الزوجات يعني ممكن تشوفت اربعة تدور مدنيين على بعض مثلا كده يتجاوز اربعة فده طبعا دي كرسة مثلا تشوفوا ان هو بيشتري مصحف تاني يعني مثلا هي عنده مصحف المصحف ده مش موجود في الحقيقة تشوف ان هو بيشتري مصحف تاني ده معناه برضو زواج من امرأة اخرى مثلا هما مثلا شافت ان هو بيروي ارض بيروي ارض دي كويسة تمام بس في حالة ان الارض دي مثلا معروفة بتاعتهم دي معناه ان هي دي حاجة كويسة جدا طبعا ده نسباتها اللي قوليه تعالى نساءكم حرصن لكم فقطوا حرثكم الناشاءتم ففي الحالة دي حلو جدا ان هي تشوف حاجة زي كده لكن لو كانت الارض غريبة مثلا الارض دي مجهولة انا اول مرة شوفها او عمري ما شوفت الارض دي قبل كده فشوفت ان هو بيسقيها بالفعل هنا ناوي ان هو يتزوج من امرأة تانية لان الارض بتاول بالمرأة فعلشان كده برضو دي من الرموز اللي بتدل على زواج من امرأة اخرى تمام فيه بقى هنتكلم عن العلامات اللي بتدل على الطلاق برضو علشان الناس تاخد حذرها طبعا لو جات رؤية بتدل على الطلاق تمام فربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا ليهالها تقطيعات فراح قاله ان انت ستطلق زوجتك ثلاثة القات فده معناه ان هو لازم ياخد باله مثلا الرجل يشوف ان هو بيغير باب البيت دي معناها ان هو هيغير الزوجة مثلا ده طبعا كناية لسيدنا ابراهيم واسماعيل لما راح قاله وغير عطب بابك وبالفعل كان معناه ان هو طلق زوجتك وده كان في لغة العرب قديما كانوا بيفهموا الكلام ده او كان ده لغة بينهم يعني فلشان كده دي برضو معناها بده تدل على الطلاق مثلا البنت تشوف ان هي بتخلى الفستان بتاعها تمام فده معناه ان هي تاخد بالها تاخد بالها برضو ده معناها طلاق خلع الحزاء خلع ضياع الخاتم كل الحاجات دي مش مستحبة مثلا شافت ان الخاتم بتاعها او الدبلة بتاعتها وقت على الارض دي خيانة على طول دي معناها ان هو بيكونها مع امرأة تانية فبردو دي مش مستحبة خالص احنا قلنا لان سقوط الخاتم الخاتم اللي هو الزوج على الارض الارض دي واحدة ستة تانية فكده برضو معناها ان هي لازم تنتبه علشان تدفع الضرر علشان ما يحصلش طلاق عوزو بالله طبعا بناستفيد جدا من الاستخارة في ان احنا بنعرف من الاستخارة على الشخص وكده لكن لم يصبك الاول عن الاستخارة علشان دي السؤال ده جالي لم يصبك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ان هو في قال ان في رؤية بعد الاستخارة تمام؟ تمام؟ وللأسف خلصت حرقتنا بسرعة كنتم مع زينة بالصديق مفسرية الاحلام على امل لقاء اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة